هزائم ميليشيا الحوثي تتزايد سواء عبر انشقاقات أو على صعيد المعارك في المناطق التي تخضع لقبضة الانقلابيين أبرزها في مدينة الحديدة التي تحاول قوات شرعية تحريرها تفاصيل ما يحدث في سياق هذا التقرير ميليشيا الحوثي تلفظ الأنفاس الأخيرة بذلك يكشف وزير الإعلام المنشق عن حكومة الانقلابيين غير المعترف بها دوليا عبد السلام جابر عن الأوضاع باليمن مؤكدا بوجود احتقان وغضب شعبي في مناطق سيطرة تلك الميليشيات جابر يعد أبرز مسؤول حوثي ينشق منذ الانقلاب على الشرعية منذ عام 2014 أشار خلال مؤتمر صحفي إن وجوده بالرياض يفتح له أفاق أوسع للعمل في إطار إعادة الشرعية إلى وطنه الذي تعرض لنكبات جراء ممارسات الميليشيات وكشف بأن الانقلابيين رغم هيمنتهم وفرض القبضة الأمنية المطلقة داخل اليمن فإن اليمنيين ينتظرون الفرصة المناسبة للخروج على هذه الجماعات مع وجود أصوات ستعود إلى جانب الجيش الوطني والتحالف وأقر جابر بأنه كان أحد وضعي سياسات التضليل خلال الفترة التي أجبر فيها على العمل داخل أوساط الانقلابيين قائلا إنها كانت حكومة لا تمت بصلة لتاريخ وأصالة الشعب اليمني ولا تمتلك أي شرعية وتدين بالولاء لقوى خارجية كما أشار بتحويل مؤسسات الدولة إلى جزر للميليشيات مضيفا بأن السجون تأن تحت وطأة التعذيب الذي يمارس من قبل الانقلابيين ضد الشعب اليمني وعلى الصعيد الميداني اندلعت معارك داخل جنوب مستشفى الثاني والعشرين من مايو في حي سكني يعد الأكبر بالحديدة تلك هي المرة الأولى لقوات الشرعية من حيث التوغل داخل المدينة وسعيا لتطهيرها من قبضة الميليشيا وتأتي أهمية استعادة الحديدة لوجود ميناء تمر عبره غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان للبقاء على قيد الحياة مع استعادة قوات الشرعية لشرق وجنوب المدينة في وضع يبرز قرب تحرير المدينة من قبضة الانقلابيين